اشتركوا في القناة اربعة ان تفرق بين الاستعارة والتشبيه من خلال المثال خمسة ان تجري الاستعارة في المثال ستة ان تنشئ استعارات في واقع الكلام ولتحقيق هذه الاهداف سنتناول معك عزيز الدارس الفقرات الاتية واحد تعريف الاستعارة اثنان بيان اركان الاستعارة ثلاثة الفرق بين الاستعارة والمجاز المرسل والفرق ايضا بين الاستعارة وبين التشبيه عزيز الطلبة ونبدأ معكم حلقة اليوم بالفقرة الاولى من فقراتي هذه الحلقة وهي بعنوان تعريف الاستعارة ترى ما المقصود بالاستعارة في اللغة والاستلح؟ الاستعارة هي الضرب الثاني من المجاز اللغوي والاستعارة في اللغة مصدر استعار الشيئة اي طلب من صاحبه ان يعيره اياه اما في اصطلاح البلاغيين فالاستعارة هي استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة لعلاقة المشابهة بينما وضع له وما استعمل فيه مع غرينة مانعة من ارادة المعنى الاول او هي بتعبير اخر وتعريف اخر واسهل واغرب الاستعارة هي تشبيه حذف احد طرفه مثل قول المتنبي تعرض للسحاب وقد غفلنا فقلت اليك ان معي السحاب ان معي السحاب فالاستعارة في كلمة السحاب الثانية والمراد بها الرجل الكريم والعلاقة بين السحاب والممدوح المشابهة فالسحاب يجود بالغيث والكريم يجود بالمال والقارينة لفظية وهي قوله معي لان السحاب الذي في السماء ليس معه وانما معه الممدوح ولذلك قال بعده فشم في القبة الملك المفدى فامسك بعدما عزم انسكابه فشم معناه انظر ايها السحاب يقول انه امر السحاب ان ينظر الى الملك الذي معه فلما نظر السحاب امسك عن انزال الغيث بعدما كان قد عزم على الانسكاب وذلك حياء من جوده وكرمه فالشاعر نقل كلمة السحاب من معناها الاول وهو الغمام الذي يظهر في السماء الى الممدوح وهذا النقل يسمى استعارة واللفظة نفسها تسمى استعارة وهذا النقل لللفظة من معناها الاصلي الى معنا اخر نستخدمه كثيرا في كلامنا فنقول في وصف رجل مقدام رأينا اسدا يضرب بسيفه في المعركة نقول ايضا في وصفتات جميلة متحجبة شاهدنا قمرا في جلباب ونقول في وصف للثورات العربية الحالية اقتلعت الثورات العربية الفسادة من جذوره اعزائي الطلبة تقوم الاستعارة تقوم الاستعارة على اركان ثلاثة هي المستعار منه وهو المعنى الاول المستعار له وهو المعنى المراد المستعار وهو اللفظ المنقول اي ان اركان الاستعارة ثلاثة مستعار منه ومستعار له ومستعار وحتى نتبين ذلك بوضوح تام نورد الامثلة الاتية لنعرف هذه الاركان المثال الاول قال الشاعر قامت تظللني من الشمس نفس احب الي من نفسي قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس فالاستعارة واقعة في الشطر الثاني من البيت الثاني وتحديدا في لفظ شمس الاولى التي نقلها من معناها الاصلي الاول وهو الشمس الحقيقية الى المعنى المراد وهو المرأة والغرينة المانعة من ارادة المعنى الاول الشمس الحقيقية هي تظللني فالشمس الحقيقية لا تظلل انما يتظلل منه وعلى هذا فاركان الاستعارة في هذا المثال هي المستعار منه الشمس الحقيقية المستعار له المرأة المستعار لفظ شمس وليتحقق وليتحقق لديك عز الطالب هذه الاركان ننتقل الى المثال الثاني قال احدهم في وصف عراك جار بين اسد واحد الشجعان فلم ارى ضرغامين اصدق منكما عراكا اذا الهيابة النكس كذبا هزبر مضى يبغي هزبرا واغلب من القوم يغشى باسل الوجه اغلبا ففي الشطر الاول من البيت الثاني ركز معي في الشطر الاول من البيت الثاني استعارتان في لفظي هزبر الاولى ولفظ اغلب حيث نقل اللفظين من معناهم الاصلي الدال على الاسد الحقيقي الى المعنى المجازي الاستعاري الدال على الرجل الشجاع المقدام وذلك بدلالة القرينة لللفظ الاول وهي مضى يبغي والقرينة لللفظ الثاني والقرينة لللفظ الثاني وبدلالة القرينة لللفظ الثاني وهي من القوم فتبين لنا ان اركان الاستعارة الاولى هي المستعار من الاسد الحقيقي با المستعار له الرجل الشجاع جيم المستعار لفظ هزبر أما أركان الاستعارة الثانية فهي ألف المستعار منه الأسد الحقيقي با المستعار له الرجل الشجاع جيم المستعار لفظ أغلب المثال الثالث لتأكيد الفهم تقول في وصف من لا يتأثر بموعظة أو نصيحة تقول له أو نحن نقول له فلان ما تقلبه وضميره فعندنا هنا استعارة الاستعارة الأولى في لفظ ماتع حيث شبهنا عدم تأثر القلب والضمير بالنصيحة أو الموعظة بالموت وعليه يتبين لنا أن أركان الاستعارة في هذا المثال هي ألف المستعار منه الموت با المستعار له عدم التأثر جيم المستعار لفظ ماتع أما الاستعارة الثانية فتتمثل في تشبيهنا للقلب والضمير بإنسان فكأننا قلنا مات قلبه وهل القلب يموت مثلما يموت الإنسان الإنسان هو الذي يموت فتموت كل أعضائه النفس تذهب فيموت كل شيء فتكون هناك استعارة أخرى بأننا شبهنا القلب بالإنسان الذي يموت وعليه يتبين لنا أن أركان الاستعارة الثانية هي المستعار منه الإنسان المستعار له القلب والضمير المستعار الإنسان عزيز الدارس عزيزة الدارسة هناك تساؤل مهم يطرحه كثير من الطلبة خاصة المركزين منهم مفاده ما دام كل من المجاز المرسل والاستعارة ينضويان تحت المجاز اللغوي فكيف تفرق بينهما يا دكتور والسؤال الآخر وهو الأكثر إلحاحا من السابق يقول إذا كانت الاستعارة مبنية إذا كانت الاستعارة مبنية على علاقة المشابهة فما الفرق بينها وبين التشبيه إذن والجواب على كل ما سبق نبينه في الآتي صحيح أن المجاز المرسل والاستعارة ينضويان تحت المجاز اللغوي لكن الفرق بينهما يكمن في العلاقة ركزوا في ماذا في العلاقة فعلاقة المجاز المرسل هي غير المشابهة كالمسببية والسببية والكلية والجزية إلى آخر كما ذكرنا فيما سبق أما علاقة الاستعارة فليست سوى علاقة واحدة هي التشبيه هي ماذا التشبيه أو نقول المشابهة العلاقة هي المشابهة فقط وحتى يتبين لنا هذا الفرق بوضوح نورد المثالين الآتيين الأول يقول الشاعر ركزوا معي لا أركب البحر إني أخاف منه المعاطب طين أنا طين أنا وهو ماء والطين في الماء ذائب فالشاعر استخدم لفظ البحر استخداما مجازيا حيث عبر عن السفينة بالبحر فلا أركب البحر يعني لا أركب السفينة لا أحد يركب البحر يركب السفينة فقال لا أركب البحر ولا علاقة مشابهة بين السفينة والبحر لا في الشكل ولا في الصفة أو في أي شيء آخر لكن هناك علاقة أخرى ليست مشابهة لكنها مهمة جدا بين السفينة والبحر تتمثل في التلازم الحاصل بينهما فالسفينة حالة في البحر لا في غيره والبحر محل لها على الدوام وهذا الأمر كما ترى عزيزي الطالب لا يقوم على المشابهة لكنه يقوم على علاقة أخرى مستساغة ومقبولة هي غير المشابهة تتمثل في كون البحر محلا للسفينة فالعلاقة هي المحلية وهذا هو المجاز المرسل بعينه المثال الثاني قال الشاعر فلم أرى قبلي من مشى البحر نحوه ولا رجلا غامت تعانقه الأسد فقد استخدم الشاعر لفظ البحر نفسه وقد تعمدت هذا المثال لفظ البحر نفسه استخداما مجازيا حيث عبر عن الرجل الكريم بالبحر وهناك قال من مشى البحر نحوه والبحر لا يمشي إنما يمشي الإنسان عبر عن الرجل الكريم بالبحر وهناك علاقة مشابهة واضحة تماما بين الرجل الكريم والبحر أليست السخاء عزيزي الطالب عزيزة الطالبة نعم هي السخاء والكرم والجود في كل منهما وهذه هي الاستعارة بعينها ومعنى هذا أن الاستعارة مبنية على التشبيه وهذا الأمر يدعونا إلى بيان الفرق بين التشبيه وبين الاستعارة بين التشبيه أفضل والاستعارة فكل تشبيه يمكن غالبا تحويله إلى استعارة محذوف أحد طرفيه وكل استعارة يمكن ردها إلى التشبيه على اعتبارها تشبيها حذف أحد ركني أحد طرفيه والفرق بين الاستعارة والتشبيه أن التشبيه يذكر فيه الطرفان أما الاستعارة فيكتفى فيها بذكر طرف واحد وحتى يتبين لنا هذا الفرق نريد أيضا مثالين المثالين الآثيين المثال الأول قولنا الغضب جمرة في جوف ابن آدم فهنا تشبيه حيث شبه الغضب في شدة تهيجه وتهييجه للنفس شبهه بالجمرة الغضب جمرة فالمشبه مذكور وهو الغضب والمشبه به مذكور أيضا وهو الجمرة وهو ماذا وهو الجمرة فهنا ذكر الطرفين وهو تشبيه بليغ أما المثال الثاني فيأتي على صورتين فإما أن نقول في جوف فلان جمرة تتقد فتكون هنا السعارة والمحذوف هنا المشبه وهو الغضب قلنا في جوف فلان جمرة أي غضب مثل الجمرة فحذفنا المشبه هو الغضب وصرحنا باسم المشبه به وإما أن نقول حرارة الغضب تلذع قلب فلان فيكون هناك السعارة أخرى والمحذوف ليس المشبه به والمحذوف ليس المشبه وإنما المشبه به وهو الجمرة فقلنا حرارة الغضب تلذع قلب فلان غير أن وهو الجمرة فتسمى هنا وهو الجمرة قلنا حرارة الغضب تلذع قلب فلان فحذفنا المشبه به وهو الجمرة وأتينا بشيء من لوازمه وهو اللذع وهو اللذع أو الحرارة فتكون هنا استعارة أخرى سنذكر تفاصيلها في الدرس القادم إن شاء الله السؤال الأول عرف الاستعارة لغة واصطلاحا السؤال الثاني عدد أركان الاستعارة مع بيان ما يعنيه كل ركم السؤال الثالث استخرج أركان الاستعارة من المثال الآتي رأيت أسدا يصول في المعركة بسيفه السؤال الذي يليه كيف تفرق بين الاستعارة والمجاز المرسل من خلال المثال الآتي رأيت أسدا له أياد بيضاء على الفقراء السؤال الخامس كيف تفرق بين الاستعارة والتشبيه من خلال المثال الآتي أنت بحر وزئرك في المعركة مسموعا السؤال السادس أجل الاستعارة في البيت الآتي وإذا المنية أنشبت أظفارها أبصرت كل تميمة لا تنفع أو ألفيت كل تميمة لا تنفع